طيب دكتور ما فيش شك ان مجالات العمل اختلفت يعني زمان كانت حاجة ودلوقتي اعتقد ان هي اتغيرت بشكل كبير جد وهنا عايز اتكلم عن نقطة مهمة جدا هل الشباب مستعد لدخول هذه المجالات ولا لا عايز اتكلم معاك بقى قبل ما ندخل في هذه القصة عن العمل الحر داخل الشركات بمعنى انا دلوقتي في مجال الميديا والياكو في مجال الاعلام في بعض الاوقات مثلا لما يكون في احداث كبيرة محتاجين عدد كبير مثلا من المصورين فاتلا يوم بيتعاقدوا مع مجموعة من المصورين بشكل الفريلانس هل ده في ناس كتيرا بتفضل ان هي تفضل في فريلانس في ناس كتيرا جدا ما تحبش ان هي تبقى موجودة في شركة فده سؤال لحضرتك ده انسب للشباب ولا ده خلينا نقول للشركات فيها نوعين فيها الشركات الصغيرة اللي هي النهاردة بتعمل عايزة تعمل شغلانة الشغلانة دي تاخد يوم واحد في الاسبوع فانا مش هقدر ادفع مرتب دواب كامل لموظف يجي يشتغل معاه الشهر كله عشان يشتغل اربع تيام مثلا في الشهر فانا هتفعله تمن الشغلانة دي يجي يعملها او يعملها من اي حتة ويسلمها لي وكل حاجة تمام دي اول شركة النوع التاني من الشركات الشركات الكبرى زي ما حالك بتحكي عنها اللي انا نهاردة عندي امكانيات كبيرة وعندي فلوس بس انا عاوز احسن كفاءات فانا النهاردة هجيب احسن كفاءات وهتفعلهم احسن فلوس تماما ممكن اعينهم لو عينتهم شركات كبرى اه انا مش هقدر الاقي كل الكفاءات اللي انا عاوزها بس ممكن الاقيهم في وقت معين لان الرجل بتاع الفريلانسر بقى هو النهاردة زي ما بيشتغل معي وبيشتغل مع حضرتك وبيشتغل مع شركات كتيرة فهو مش عاوز يبقى مرتبط بشركة واحدة لان هو مكسبه والدخل بتاعه لما يشتغل هو عنده مهارات كبيرة وشاطر فلما يشتغل مع اكتر من شركة فالدخل بتاعه وشفته يعني حساب الشفت بتاعهم ازاي الشفت بتاع الموظف طبعا طبعا لان دي امكانياته اعلى لان النهاردة هو بيجي بأدواته وبيجي بمهاراته وبيجي خبراته فهو النهاردة بيقدم حاجات لو انت جبت موظف شابه مش هيقدم الحاجات اللي هو بيقدم فعلى هذا الاساس ان العمل الحر هو فيه جزء من الاستقلالي بس لازم يبقى فيه جزء اكبر من المهارة المهارة اللي انا هقدمها لحضرتك وقدمها لشركتك هو ده اللي هتخليني تجيبني تاني لازم يكون مميز في حاجة طبعا وهي ده الحتة بقى الميزة التنفسية فيه محلات كتير قوي فتحة جنب بعض ليه محل عنده زبان كتير قوي والناس بتجيله والتاني ما بيجيلهوش الميزة التنفسية اللي انا يجيب ولد كويس يلبسه كويس يرد على الناس كويس خطبة ما بعد البيع حاجات كتير قوي هي ده اللي انا لازم انايز نفسي عن الناس اللي حواليه لان الناس اللي بتتخرج من الكليات عدد كبير الموظفين اللي موجودين في الشركات عدد كبير كم واحد مميز فيهم اللي هو بيدور على الميزة التنفسية ترجمة نانسي قنقر